مرحلة ذهاب جسدتها 15 جولة كانت كافية لتعقد مهمة أندية وتفتح الباب واسعا أمام أخرى لمراودة حلم الصعود ومعايشة نشوة لحق بالكبار ولو معنويا هو المحترف الثاني الذي لا طالما صنفه العارفون بأحوال المستدرة أنه أصعب أقوى وألذ من أي قسم آخر المحترف الثاني في سنته الجديدة وموسمه المتجدد بدأ ببروز أندية أبنت منذ الجولة الأولى على نية كبيرة في تحقيق الهدف الموسمي أتحدث عن كوكبة تضم على الأقل خماسية مقدمة بدءا بالمد والجزر الذي يعيشه فريقان يلعبان ولا يرضيان هذا الموسم بغير الصعود هما فريق أولمبي شلف وودة تيليمسان الذي يريد معايشة مجد المحترفي الأول فالأولمبي الذي حقق مشوارا قد نعطيه علامة الحسن إن لم نقل أكثر من هذا وعزز هاته الأحقية بالمنصب بعد فوز كبير في آخر جولة عن من كان يهدد عرنه وبعد ثماني انتصارات كاملة خمسة منها داخل القواعد تعكس جذاب عنصاره إليه تعادل في أزيد من أربع مناسبات ولم يخسر الكثير ويكفيه أن هجومه سجل أزيد من 22 هدفا وحفظ على شباكه نظيفة بمعدل سبع مباريات هذه النتائج كاد أن يعادله فيها الملاحق السابق له ويداتيليمسان هذا الأخير سجل الكثير ولم يتلقى كثيرا ما عدا ما تلقاها اليوم في مباراته أمام الرائد هو الآخر سجل ما فاق العشرين هدفا لكن محاولة لعب ورقة ندية اليوم هددت طموحه وجعلته يخرج خاسرا وتقهقر إلى الصف الثالث فهي أندية محظوظة اليوم ولتقل عنها حظا الأندية التي تلاحقها على غرار مولدية العلمة تحاد بسكرا ونجم مقرى هذا النادية المعجزة الذي أكد اليوم أنه يستحق مكانته بانطلاق موفق متابعة جيدة ثم استمرار واستقرار في المركز الثالث أندية تحقق انتصارات ويقابلها أندية أخرى تعيش كابوس نتائج لأسباب لم يفسرها العارفون ولم يجدوا لها إسقاطا حقيقيا لما يحدث نتحدث عن المدارس الكروية التي أصبحت اليوم تعيش مأساة نتائج بدءا برائد القبة الذي يراوح منطقة الخطر ونفس الشيء لاتحاد الحراش المدرسة الذي يعيش أصعب مواسمه حاول الخروج والتسلل تدريجيا من المركز الأخير وما قبل الأخير الذي التسق به منذ انطلاقة الموسم لكنه تعثر اليوم بميدانه في آخر جولة إلا أن هناك من يعاني بكل ما تحمله الكلمة من معنى وحاله لا يسر أحدا هو فريق اتحاد البوليد الذي بات أخيرا في الترتيب العام برسيده ست نقاط فقط أفرزتها خمس عشرة جولة فهل مرحلة الذهاب فعلا هي الفيصل في حال الأندية أم ستكون استفاق لأصحاب المنطقة الحمراء وجسر ولوج القسم المحترف الأول بالنسبة لروادي مرحلة الذهاب ليلى بن فرحات كافت ووفت وقالت